كذلك هناك إنسان آخر يقول لا أنا أستفتح وأتبرك بالفاتحة الشريفة طيب الفاتحة لما قرئت له فيقرأها مثلا بعد صلاة الفقري سبعا أو عشرا ويقرأها بعد المغرب أو في العصر في وقت العصيل سبعا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين ويقصد بها دائما طلب البركة في كل شيء يعطيه الله سبحانه تعالى إياه فالأول سورة ياسين تذكره بالبركة وأن يسأل الله بركة كل ما ذكرناه والثاني تذكره الفاتحة بالبركة ويسأل الله بعدها البركة في كل ما ذكرناه كذلك هو في غيره من حاجاته في هذه الحياة الدنيا بهذه الصورة تكون علاقة الإنسان بالذكر علاقة جوهرية وعلاقة متينة ليست علاقة طارئة فقط يوم ويومين كما يفعل بعض الناس أعطيني ذكرا ويأتي بعد أسبوع يقول إلى متى استمسك بهذا الذكر يا أخي عش مع هذا الذكر حتى يحدث التمازق بين روحك وروح هذا الذكر إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر فمن مات على خير لقي الله بذلك الخير ومن مات على شر عياذا بالله لقي الله سبحانه وتعالى بذلك الشر فهذا من قبيل توطين النفس على الخير هذا أمر سهل ويسير ويعني لا يثقل على النفس والنفس تحبه لأنه يحقق لها مكاسب دنيوية سواء كانت معنوية أو مادية خصوصا إذا بدأت النفس يعني تحس وتشعر بأثر ذلك الذكر يتحقق أمامها ويفتح لها الطريق ويفتح لها يعني أبواب الخير والطمأنينة والسكينة والرزق والراحة والرضا والقناعة والقبول والإيمان وغير ذلك من أمور الخير إذن هذا الإنسان علاقته تكون كما قلنا بالذكر علاقة جوهرية وثيقة فهو صاحب نور من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر لماذا؟ لأنه يستديم يداوم يستمر يواضب على هذا الذكر أو هذه الأذكار لأنه يجري بها يعتبرها معاول بناء وأدوات عمل وخطط لتحقيق الأهداف يجري بها نحو أهدافه أهدافه لا تنتهي اليوم حقق هدفا غدا يحتاج إلى هدف آخر ثم بعد أسبوع يحتاج إلى هدف ثالث بعد شهر يحتاج إلى هدف آخر بعد سنة يحتاج إلى أهداف أخرى وهكذا فإذن هو يجري خلف أهدافه لكنه لا يجري خلف أهدافه كغيره الذي يلهث راكضا خلف الدنيا وزينتها مغلا في مادياتها فقط دون أن يكون في قريه هذا وسعيه إليها متصلا بالله سبحانه وتعالى وإنما هنا يجري خلف الدنيا قريا حلالا متصلا بالله تبارك وتعالى فمعية الله تكتني تحيط به من كل غارب وتفتح له الخير ويلقى الله سبحانه وتعالى بنور يعرف به يوم القيامة